السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلع درس اليوم رح يكون اختبار الفصل الثاني عشر للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثالث فصل القياس السعة والكتلة رح نبدأ بحل تمارين هذا الاختبار أحضر الأوعية الموضحة صورها في الجدول وأقيس سعتها مستعملا وحدة القياس المناسب أو أقترح وحدة خاصة بي طبعا عندي الإناء الأول هل رح نستخدم مع الكوب أو الملعقة هنا طبعا رح نستخدم لهذا الإناء رح نستخدم مع الكوب إذن الكوب طبعا لأن الملعقة صغيرة جدا الكوب ممكن يساوي تقريبا ثمانية أكواب ثمانية أكواب بإمكاني طبعا أقوم بهذه التجربة مع الطالب في المنزل أضع له إناء به ماء هذا الإناء سوف يقوم بأخذ كوب صغير ويأخذ الماء من هذا الإناء ويحسب طبعا كم كوب يستخرج من هذا الإناء من الماء يأخذ الكوب الأول الثاني الثالث يملأ طبعا لنين يشوف كم يساوي من الكوب ممكن يطلع سبعة ثمانية ممكن عشرة على حسب حجم الإناء لهذا لازم نقول ثمانية أكواب تقريبا دائما نكتب كلمة تقريبا لأنه ممكن يكون في اختلاف فهذه التجارب لابد أن تكون تجارب عملية يعني لا يكفي من خلال النظر من خلال النظر كل طالب أو طالبة رح يقدر تقدير مختلف يعني بيكون قريب عشرة ثمانية اطنعش خمسة كل هذه الاحتمالات ممكنة لكن أحد الطلاب يقول مثلا هذا الإناء مئة كوب مئة كوب طبعا غير معقول فهذا بيكون خاطئ إجابة خاطئة غير معقولة فإذا كان الطالب لابد أن يقدر عدد الأكواب فمثلا لو قلنا الآن مثلا اختار أحد الطلاب ملعقة قال لهذا الإناء الأول ممكن يكون يكون الجواب مئة وخمسين ملعقة يطلع لازم حجم هذا الماء مئة وخمسين مئة وعشرين فكل ما كان الوحدة صغيرة التي نستخدمها في القياس بيعطيني رقم أكبر فالكوب سعته أكبر فرح يطلع لي ما أكبر ورح يقل عدد الأكواب يعني لو نجيبها الآن بالملعقة يطلع ممكن مئة ملعقة للسؤال الأول السؤال الثاني عندي كوب صغير هذا اللب اللون الورتقالي رح نستخدم معه بما أنه هو صغير السعفي صغير حجم السائل أو الشاي أو القهوة فرح نستخدم معه الملعقة نقول لي رح نستخدم كم ملعقة يساوي هذا الكوب الصغير تقريبا نقول له عشرين تقريبا عشرين خمسطعش خمسة وعشرين كل هذه الاحتمالات ممكنة على حسب سعة هذا الكوب ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية أيضا عندي كوب صغير أحوط الوحدة المناسبة لقياس السعة ما أنا قال لي أحوط الوحدة المناسبة يعني لازم نستخدم معها التقدير نلاحظ أن هذا الكوب كبير وهو يتحدث عن السعة السعة إما تكون بالملي لتر أو اللتر الملي لتر اللي يكون أقل من الألف ملي لتر الألف ملي لتر يساوي واحد لتر الواحد لتر يساوي ألف ملي لتر دائما اللي يكون أقل من اللتر هو بالملي لتر هذا اللي يكون للسعات الصغيرة فهذا سعة كبيرة فرح نستخدم معه اللتر الكوب الصغير بما أنه هو كوب صغير ولا يصل سعته إلى الواحد لتر فرح نستخدم معه ملي لتر هذا بالنسبة للمجموعة الثانية ننتقل للمجموعة الثالثة أحضر الأشياء الموضحة صورها في الجدول وأقيس كتلتها مستعملا وحدة القياس المناسبة أو أقترح وحدة خاصة بي طبعا عندي وحدات القياس الكرة الزجاجية والمكعب أيضاً هذه بإمكاني تحضير الميزان ذو الكفتين اليمنى واليسرى ونضع واحدة من الموز في الكفة اليمنى الكفة الثانية بإمكاني استخدم كور زجاجية أو مكعبات طبعاً وزنها ثقيل نوعاً ما حبة الموز فراح استخدم معاها كرة الزجاج تقريباً نقول لها كرة الزجاج أو الكرة الزجاجية تقريباً تساوي عشرين كرة زجاجية تقريباً إذا استخدمنا المكعب ممكن يطلع العدد المكعبات ثلاثين مكعب لازم يكون مكعبات أكبر من عدد الكور الزجاجية لوزن المادة نفسها فنقدر نجرب مثلاً على البرتقار على التفاح على حبة الليمون نقدر نستقدم أشياء كثيرة بتجربة عملية علشان نكون عندنا واضح فهذه العشرين هي عشرين رقم تقريبي ممكن يكون خمسة وعشرين وزن حبة الموزة الواحدة ممكن يكون ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين فحنا نقوم بهذه التجارب العملية في المنزل أو في المدرسة إذا توفرت هذه الأدوات الميزان ذو الكفتين وهذه المواد البرتقال رح نستخدم أيضاً معه الكرة الزجاجية كم يساوي البرتقال تقريباً أكبر من الموز أو أثقل من حبة الموز تقريباً خمسة وعشرين كرة زجاجية تقريباً لماذا؟ لأن المكعب أخف من وين؟ من الكرة الزجاجية والكرة الزجاجية أثقل من المكعب ننتقل الآن إلى المجموعة التالية والأخيرة وحوط التقدير الأنسب أعطاني كتاب التقدير الأنسب للوزن للكتلة إجرام واحد تقريباً هذا الكتاب أو كيلو إجرام واحد تقريباً كيلو إجرام واحد تقريباً إذن بيكون وزن الكتاب كيلو إجرام واحد تقريباً المشبك طبعاً بيكون مشبك الأوراق خفيف جداً ولهذا راح يكون بالوحدة الصغيرة الإجرام فهو يساوي إجرام واحد تقريباً ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة حل المسألة تبلغ كتلة علبة الجبن تسعين إجرام هذه تساوي تسعين إجرام فكم إجراماً تبلغ كتلة ثلاث علب منها كم تساوي أبين كيف أستطيع حل هذه المسألة عندي ثلاث من هذه العلب العلبة الأولى تسعين العلبة الثانية أيضاً تسعين إجرام العلبة الثالثة هذه الأولى العلبة الثانية أيضاً تسعين إجرام الثالثة تسعين إجرام أبين كيف أستطيع حل هذه المسألة نقولها طبعاً نقولها تسعين زائد تسعين زائد تسعين تسعين زائد تسعين زائد تسعين يساوي مائتين وسبعين بإمكاني طبعاً نجمع صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر ونجمع تسعة زائد تسعة زائد تسعة يساوي سبعة وعشرين إذن يساوي مائتين وسبعين إجرام وزن ثلاث علب لو قال لي أربع علب نضيف ليه تسعين يعني بيكون أربعة ضرب تسعين فالطالب طريقة اللي يقدر يحل فيها الطالب هي الجمع التكراري وليس الضرب يعني لو كانت هذه المسألة في الصف الرابع الابتدائي أول خامس نقدر نقول ليه طبعا ثلاثة ضرب تسعين ولكن أن هذا الطالب في الصف الثاني سنقوم بالجمع التكراري أفضل استيعاب للطالب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته